اهلا وسهلا بحضرتكم احنا اتفقنا على انه احنا فقرتنا دي عايزين انه تم استكمال استحقاق الانتخابي والاستحقاق الدستوري والحمد لله وشكر الله فقامة رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية 24 الى 2030 ان شاء الله بالتأكيد هناك عشرات الملفات على طاولة الرئيس ما بين الملفات الخارجية والملفات الداخلية خلوني ارحب بضيوف الاعزاء داخل الاستوديو استاذ محمد صبري البحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية منور ايضا الاستاذ مصطفى عبد الله البحث المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية برنامج السياسات العامة اهلا وسهلا اهلا بك ازاي الحال هرجع على زي ما اقول كده لك عضو اليمين الملفات الملقاة او الموجودة على طاولة الرئيس خلال الست سنوات القادمة نبدأ باي الملفات نبتدي بالملف الاقتصادي قول لي من الناحية الاقتصادية طبعا العالم كله بيواجه الازمات المتتالية او التحديات المتتالية نتيجة الحروب تمام بدأناها بالحرب الروسية الاوكرانية قبلها كان فيه وباء كورونا بس الحوب اشتدت قوي خلال الفترة الماضية خصوصا ان الحوب البردة بتاخد سنين كورونا عد سنة بعد كده قدرنا يعني لقيله علاج والحمد لله تداعياته خفت بعدها لكن للأسف الحوب البردة بالذات بتبقى صعبة قوي تداعيتها لانها بتستمر الفترة الطويلة وكانت بدايتها من الحرب الروسية الاوكرانية بعد كده دلوقتي الحرب اللي في غزة تمام على طول تداعيتها الاقتصادية ترك بزرالها على جميع العالم ومن بينهم يعني الدولة المصرية فده اهم تحدي كيف ستتعامل الحكومة مع تلك التداعيات طبعا اول تداعي كان قطاع السياحة انخفض بنسبة 5% تمام خلال الشهر الماضي فده تعتبر نسبة ضئيلة ده بسبب الحرب في فلسطين نسبة ضئيلة لكنها تقد انذار لنا وبالذات ان احنا عندنا هدف وهو 15 مليون سائح فده يخلينا نبعد عن هدفنا حتى نسبة ضئيلة بس هو جرس انذار لنا نجحنا خلال الفترة الماضية في ان احنا نقل التدخم في مصر وقل بـ 1% خلال الشهر الماضي ولكن نحن نأمل برضو ان احنا نستمر في الانخفاض في معدلات التدخم خصوصا ان احنا في معدل البطالة كاننا في 2013-2014 وصلنا 13% حاليا احنا وصلين لـ 7% يعني في خلال الفترة الماضية احنا قدرنا نقل المعدل البطالة بـ 50% فاحنا عايزين برضو معدل التدخم نوصله معدلات قليلة جدا ونقدر برضو نوصل لـ يعني كل برازين معدل برضو عندنا الاحتيارات النقدي الاحتيارات النقدي بيتباطئ النمو طبعا ده كان ده حاليا الشغل الشغل اصلا للحكومة المصرية بحسب تصرحات رئيس الوزراء فده حاجة مهمة جدا اه بيزيد بس احنا محتاجين زيادة اكتر نحن نطمع في زيادات اكبر برضو في ملف الاحتيارات النقدي تخرج الدولة وتعزيز القطاع الخاص وده ملف مهم جدا الدولة بدأته بوثيقة ملكية الدولة وحاليا الدولة واضحة جدا في جديتها ان هي عايزة تتخرج وتعزز من دور القطاع الخاص فده ملفات مهمة جدا يجب الاغذ النظر فيها تمام؟ ويجب الاغذ في الاعتبار ان في تدعيات ممكن يعني تحصل في اي وقت نتيجة تلك الحب تلك الحب يعني خلت العالم كله بيستعد لأي تدعي اقتصادي في اي وقت يعني يمكن انا حتى كنت لسه بتكلم على مسألة اعلان امريكا لتشكيل تحالف دولي يعني انا كمان اصبحت عندي شغلانة جديدة هتحصل في البحر الاحمر لا قدر الله اتمنى انها متحصلش ويتم اشعال فتيل ازمة جديدة في البحر الاحمر وانا هرجع لأستاذ مصطفى هل بتتفق على نفس دات الملفات ولا انه من خلال ملفك الرئيسي لديك ايضا مجموعة اخرى من التوصيات الحقيقة يعني استاذ محمد زميلي هو بس فتح الباب لحاجات اكتر بكتير يعني طبعا الملف الاقتصادي هو يعتبر من اهم الملفات المطروحة على الساحة لكن هو مش كل شيء الدولة المصرية طبعا في الفترة دي احنا في مرحلة ما بين التنمية والتعمير وما بين مواجهة ازمات فيه كتير منها مفروضة علينا سواء اقليمين او دوليا الاستحقاق الرئاسي الحمد لله اتمامناه بنجاح وبشهادة العديد من الجهات الدولية هو داعم للدولة المصرية في خلال الفترة اللي جاية اول حاجة من التحديات دي هو التحدي القائم على حدودنا الشرعية في غزة والحرب اللي غير شمل بيواجهها اخواتنا في قطاع غزة كون الانتخابات نفسها ظهرت بهذا المعدل والنسبة الكبيرة جدا من مشاركة دا تدعيم وتقوية لشرعية الدولة في المطالبة بحق الدولة المصرية في ضمان امنها القومي وكمان المطالبة بحق الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة اللي هي قضية فلسطين مصر طبعا هي من اكبر الدول او اكبر الدول المطالبة ومناصرة للقضية الفلسطينية منذ بدايتها يعني في خمسينات القرن الماضي ومصر كانت متحملة المسولية بشكل كبير جدا جدا سواء في عدد من الحروب حتى منتصف السبعينات ثم بعد ذلك المرحلة اللي تبعاتها هي مرحلة السلم او مرحلة السلام اللي احنا بنحاول نطالب بيها على اساس بنقدر نقول قصص الشرعية الدولية والاتفاقات اللي تمت ونقدر نقول المقررات اللي العالم كله توافق عليها في محاولة خبيثة جدا لانقلاب على هذه المقررات وعلى هذه الاتفاقات الدولية ومحاولة لتهجير الشعب الفلسطيني اللي موجود في غزة الى مصر مصر تصدد بشكل حازم وحاسم جدا اتضح في كثير من المواقف شفنا ده في تصريحات السيد الرئيس في استاد القاهرة شفنا التصريحات دي اتكررته بشكل قوي جدا في الخطاب اللي تلاقي على نتيجة الانتخابات وجيء في صدر الخطاب وده لي لان القيادة السياسية بتركز على ان دي اهم نقدر نقول ازمة موجودة في المرحلة الراهنة على اساس نقدر نقول دي قصيرة المدى قصيرة المدى ولكن لم تدار بشكل سليم فهي لها تأثيرات بعيدة المدى على الدولة المصرية والمنطقة العربية بشكل عام بخلاف كده احنا عندنا تحدي اكمال مشاريع التنمية والتعمير المشاريع بتادت نقدر نقول من عشر سنين دخلت في كل قطاعات الدولة بعد نقدر نقول تراخي عقود طويلة جدا من الاهمال التنموي في الدولة المصرية شفنا نقدر نقول حالة بعثة جديدة لكل الملفات في مصر ده لازم يتكمل في الفترة اللي جاي بخلاف كده الدولة المصرية إلى جانب التصدي المخطط الخبيث ضد القضايا الفلسطينية وإلى جانب اكمال المشروع الوطني الداخلي كمان فيه تحديات اقليمية محيطة بينا احنا شايفين الوضع في ليبيا منذ 2011 لازال غير مستقر الوضع في السودان تأزم جدا منذ ابريل مصر في حزام ناري والحزام الناري ده يعني نقدر نقول هو التحدي الأكبر في الفترة اللي جاي في الفترة الرئاسية اللي جاي أمام السيد الرئيس إذا لم تستقر السودان فده العمق الاستراتيجي لمصر ليبيا برضو العمق الاستراتيجي لمصر نقدر نقول برضو أن التحركات وحركة لسه شرط ليها وجود حالة توطر في البحر الأحمر وأعادة بعث فعالين من غير الدول لصالح دول أخرى بتحاول أنها تعبس في المنطقة لمصالحها وتعطيل حالة الملاحة البحرية في البحر الأحمر دي كلها تحديات نقدر نقول أنها بعدما كانت تخفض في الفترة اللي بدت ترجع تاني برضو نقدر نقول أن لازالة ليبيا الشقيقة ولازالة سوريا هي من حواضن الإرهاب الإرهاب ده اللي هو كان أطلع علينا وإحنا قدرنا نهزمه لكن ظهوره في بقع قريبة مننا برضو ده مصدر قلق وتوتر مش لمصر بس لكل دول منطقة ولازم نشتغل عليه في شكل حاسم وقوي جدا جدا أقدر أقول أن جملة من التحديات وبرضو جملة من الفرص الفرص كتيرة جدا أمام مصر يعني إحنا نقدر نقول عبرنا مراحل صعبة كان فترة مليئة بالأزمات الفترة اللي فاتت اللي بنحاول نعديها أزمة أزمة بشكل نقدر نقول هادئ بشكل نقدر نقول رصين بحيث أننا ما نبقاش يعني الأزمات تقدر تسيطر علينا لأ إحنا بنحاول نحن نتغلب على الأزمات آه فيه بتبقى فيها أزمات قوية جدا وصعبة لكن بنحاول نعالجها بشكل هادئ مستمر طيب ده هنا هيخليني أروح لأستاذ محمد صبري الأزمة بتاعت التضخم بقدر منه الأزمة الاقتصادية هي أزمة مستوردة وتضخم مستورد إنه بالقطع أنا أكيد عندي فرص لعلاج هذا التضخم يعني أنا لما أنزل بمعدل البطالة تقريبا النص ده معناه إن أنا عندي قدرة شرائية أوسعة ومعدل إنتاج أكبر ومن ثم يقدر بشكل أو بآخر يتغلب على ارتفاع معدلات التضخم السؤال بقى توصياتكم إيه في مسألة علاج هذا التضخم خصوص الحرب في أوكرانيا هديت شوية غالبا هديت بسبب الحرب في فلسطين هو فيه فرص كتيرة حاليا إن احنا بنحاول يعني أو بتحاول الحكومة المصدية عملها وفعلا إن احنا بنحاول يعني نجزب استثمارات أجنبية على قدر المستطاع ولكن برضو أرجع أقول الحرب في غزة مؤطرة المنطقة زي ما قال السيادة الرئيس خلال حوال سابق إن الحرب دي هتأثر على المنطقة كلها صحيح فتوصياتنا إحنا اللي بنقوله إن احنا برضو محتاجين نحفز الاستثمار محتاجين إن احنا نزود القطاع الخاص خلال الفتر قادمة هي استكمال يعني الخطة اللي احنا يعني أو الحكومة مشى فيها هي لازم تستكمل للنهاية ما ينفعش إن احنا نيجي في النص ونغير خطتنا لازم تستكمل البنية التحتية هي أهم شيء البنية التحتية هي أساس نجاح أي دولة ما فيش دولة نكحت أو زاد استثمارها أو زاد الاستثمارات الأجنبية فيها إلا وكان عندها البنية التحتية سليمة وقوية وانا في 9 سنين قطعتوا شرط كبير في مسألة البنية التحتية قطعتنا شرط كبير وده بين يعني ده مش محتاج حتى أرصده بعدد أو كده ده أي مواطن مصري يقدر يمشي يعني في الشوارع المصرية هيشوفها ده كمان فيه حاجة ممكن الناس ما تكونش أخذت بلا منها بس تواجد المصريين بالخالج ومشاركتهم في الانتخابات ده يعكس قد إيه وعيهم بالحالة إن دي حالة عالمية أو التحدي ده ده حدي عالمي وليس تحدي داخلي فقط قد إيه هما عارفين وشايفين المنظر يعني من الخارج هما شايفين قد إيه أن يعني التحديات دي تحديات عالمية بتؤثر على دول العالم أجمع الحكومة المصرية بتحاول على قدر المستطاعة إن هي تكمل في خطتها وإن هي تقلل معدلات التضخم وفعلا إذا تقللوا واحد في المية آه نسبة ممكن نستطيع نقول عليها نسبة ضئيلة ولكن في زل التحديات حاليا فهي إنجاز إن أنت تحافظ على مستويات النمو إن أنت توصل 3.8% فده برضو إنجاز إن أنت توصل إن أنت تزود النمو ده إنجاز في خلال آخر تقرير سندور النقد إحنا من أقصر دول العالم نموان في منطقة الشرق الأوسط فده إنجاز يعني في زل تلك التحديات فيجب استمرار من الشريعة البنية التحتية يجب استمرار في تعزيز دور القطاع الخاص لأن ده دور مهم ولازم يكون فيه تنافسية في السوق وده شيء يعني بتسع إليه جاهدا الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة يجب تعزيز الصادرات وده بيحصل حاليا إحنا كاية صادراتنا في 2014 3 مليار دلوقتي إحنا وصلنا 24 مليار بس إحنا نطمح في المزيد من الصادرات المنافسة المصادرات البترولية البترولية إحنا بنحاول نوصل للعالم كله قناة السويس طبعا من أهم الملفات عندنا دلوقتي وقناة السويس يعني إحنا بنحصد منها إرادات إحنا وصل إرادة قناة السويس خلال العام 23 يعني لأكثر من 9 مليار 9 مليار طبعا ده رقم ده إنجاز في ملفات الحكومة المصرية السياحة برضه إحنا لما نكون طامحين إن إحنا نوصل لـ 15 مليون سايح فده معناه إن إحنا يعني وصلين لأرقام يعني عظيمة جدا خلال الفترة الماضية نريد الاستمرار ونريد إن إحنا نكمل أنا عايز أستمر وعايز أكمل وأنا في رأيي أنا أستحق أكتر من الـ 15 مليون سايح بكتير لأن أنا عندي دول في المنطقة بتجيب التلاتين مليون سايح زي صباح الفل وما عندهاش اللي عندي يعني اللي عندها نفس الجو لو إحنا بدأتكلم على سيحة شطائية وطرفية ولا عندها نفس الحجم اللي موجود من التوراث الحضاري اللي هي السيحة الثقافية وما إلا ذلك إلا أكثره فأنا المفترض إن أجيب أكتر من كده لكن أنا قبل ما هروح لأستاذ مصطفى فهسأل الناس لما بتسمع هذه النساء بيقولك رائع أنا فين؟ أوي فعلا صح؟ الناتج عليك حلو والزبط كده العائد عليك عارف كده لواء الحطابين في أوروبا والعجائز أمامني راني المدفقة فالناس عالطول هتسأل أنا فين؟ فين مفاتيح القدس؟ مش مش بتكلم على القدس بقى فين؟ مش العائد المادي المباشر دولة قدمت حزم عظيمة جدا 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 خلال يمكن سنتين من أول الكورونا لحد دلوقتي مجموعة من الحزم الرائعة لكن الناس لازم بتتكلم على الأسعار بشكل يومي وبتتكلم على الأسعار إيه؟ الناس مش بتتكلم على الأسعار العربيات الناس بتتكلم على الأسعار الأكل فاصل ونروح نكمل الكلام مع أستاذ مصطفى تحديدا هيقول لنا وماذا عن الحلول؟ ما ينتظر الجمهور؟ استنونا بعد الفاصل كل الترحيب ضيوفي الأعزاء البحثين باقى المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الأستاذ محمد صبري منور عمل إيه كنت أحدا اتفقنا باقى هنا فكيم كده بل هو هنا لزيز والأستاذ مصطفى عبد الله منور وكنت بقولك الناس دايما هتفضل تتساءل يا جمع الأرقام اللي بتقولوها إحنا مصدقينها وعارفينها ووثقين فيها وفرحانين عارف كده على رأيي الإنجليز وقلك what's in it for me؟ أنا بقى فين؟ طيق أنت عايز فلوس قولك لأ بصرا خاص للحاجة أنا شوارق معايز زاويد للمرتبة معرفين حاجة رخصت؟ أنا ميت فول و14 وإحنا بنتكلم قلت وأنا كمان ليا قول في السياحة أكيد حلو نبتدي بالسياحة ولا نبتدي بال اللي أنت عايزه؟ أنا حبك لما تقولوه إحنا نبتدي بالنقطة بتاعت السياحة على أساس أن زميلي وصد محمد صبر كان نتكلم فيها قبل الفصل إيه اللي يخلي السياحة في مصر مجال قوي في المستبع إحنا ماشيين بخطة كويسة جدا عايزين نوصل لرقم كبير جدا 30 مليون سايح طب إحنا نوصل لده إزاي؟ في بعض الخطة تتحطط عشان نوصل للرقم ده بشكل يعني نقدر نقول مرحلي إن إحنا مثلا هنزود البنية التحتية الخاصة بالسياحة زي مثلا الفنادق الساعات المطارات اللي هنطور المقاصد السياحية هنعمل تطويرات مثلا في تدريب العمالة أو بخلاف كده من الأمور طبعا إحنا عدينا تحديات تانية برضو في السياحة بنشتغل على السياحة بشكل مرحل اللي شايفوا في القطاع إن إحنا عشان نعمل كل طموحاتنا دي عشان نزود البنية التحتية ونزود حجم ساعات المطارات ونطور المقاصد كل ده لازم يدخل القطاع الخاص بقوة القطاع الخاص في المجال السياحي في مصر هو قطاع قوي لكن محتاج دفع أكبر بكتير ليه؟ عشان أقدر إن أنا أسوق مقصد سياحي ملائم للسياح يعني إحنا كنا بنتكلم في الفاصل وإن إحنا عندنا هنا مقاومات مش موجودة عند دول كتيرة في المنطقة حوالي ولا تحتاج لتسوق أنا مش مستني أسوق الهرم ولا لؤسر ولا أسوان ولا البحر الأحمر ولا شرم الشيخ ولا سيو العالم عارفهم ويكيد يكون عارفهم أكتر مني والعالم متشوق إن هو يجي لهم حلو وإحنا لما بنروح الأهرمات بنشوف السياح أول ما بيشوف الأهرم الكاميرا بتطلع عشان يصوروا من كتر إن هو انتظروا سنين عشان يشوف المكان الرائع ده حلو بس المكان الرائع ده زي ما إحنا عارفين وزي ما إحنا بنشوف بيشوهوا بعض السلوكيات الخطأ بيشوهوا بقى بعض من عدم التنظيم بيشوهوا إن الفندق بجايز يكون بعيد شوية عن مكان النزيل أو السياح اللي هو مشرفنا في مصر كل دي حاجات إحنا المطارد نشتغل عليها بشكل تكاملي عشان في الآخر بشتغل على حاجة اسمها تجربة السياح السياح نفسه لما يحسن المقصد ده مرحب بيه وقالفكرة إحنا شعب مرحب جدا إحنا بخلاف شعوب في المنطقة يعني فيه شعوب في المنطقة بتبقى عنيفة جدا مع السياحين صحيح على العكس هنا الشعب المصري بطبيعته ومعروف ودود جدا محب جدا للسياح حتى لما بنشوف اللي هم المؤثرين اللي بيبقوا على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هم بيبقوا أجانب بيبقوا من أوروبا الغربية ومن أمريكا نشكره جدا في التعامل مع الشعب المصري لكن الحاجات اللي نقدر نقوله الرتوش الصغيرة دي هي اللي بتصنع فارق كبير جدا جدا ودي حتى بحكم قوانين التسويق إن العميل غير راضي بيعمل سمعة أسوأ بكتير من عميل راضي بيحاول يوصل التجربة الجيدة بتاعته هنشتغل عليها بشكل مرحلي نتمنى إنه هو يكون جزء من التطوير الاقتصادي اللي الدولة ماشي فيه إن هي تستكمل فعلا تقوية نقدر نقول منظومة الحكمة للقطاع السياحي بشكل كامل ننتقل بقى للنقطة اللي هي المواطن المواطن عايز يحس بكل الأرقام والنسب اللي احنا بنقوله فويجي يقولك طب إنعكاز ده على الأسعار يا جماعة أنا لسا كنت بتكلم قلت يا جماعة أنا أظن وأتمنى إنه يكون ظني خاطئ بتمنى يعني إن إحنا نقدر إن إحنا نخفض الأسعار في الأسوأ إذا كان فيه رقابة حقيقية أو متابعة حقيقية والسدى المحافظين بيتزله كل يوم والضرب بيد من حديد على أي محتكر أو غشاش أو لص أو 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 شهر هتلاقي أسعار الأكل والشرب كله نزل 25% على الأقل هو فيه فعليا المجهودات بتتم في الإطار ده لكن خلينا نقول برضو إن فيه نقدر نقول حالة من لو إحنا كلمنا على أسهر الأسلاح الاقتصادي هو فعلا معترف إن الإصلاح الاقتصادي عمل تأثيرات سلبية على اقتصاديات الأسر الإصلاح الاقتصادي إحنا ابتدينا في مشروع بنحاول نصلح فيه الحل الاقتصادية للدولة كمان إحنا ده يعني ندخينا نقدر نقول مبالغ كبيرة جدا عشان نعمل البنية التحتية وخلينا نتطرق للبنية التحتية بمنظور مختلف جايز الأعلام ما بيتناولهوش بشكل كبير هو البنية التحتية دي لما بتتبني هي بتحسن حاجة اسمها جودة حياة المواطن طبعا لما المواطن بدل ما كان بيستهلك ساعات في أنه راح الشغل وراجع من شغل أولاده وراحين مدرسة راجعين مدرسة مرهقين الحياة بتبقى يعني بتبقى عصيبة جدا بسبب مشروعات الطرق بالذات اللي أحب أتكلم فيها لما يكون مش متوفر عنده مياه حلوة والصرف مش موجود وده بيقدي الأمراض إحنا كلنا عارفنا زي الكبد والفشل الكلوي حيات مختلفة لما بنتكلم عن جودة التعليم والمدارس بنحاول نطورها لما بنتكلم عن ريف في حوالي 60 مليون مواطن أو أكتر كانوا يعني نقدر نقول على مدار التاريخ مهملين تماما وابتدينا أن احنا نروح لهم عشان نعمل كل بنية الأسئلة اللي كانوا محرومين منها إحنا بس يعني لو هنقول بالأرقام أن 25% بس من القرى هي اللي كانت ده صرف صحي والباقي معتمد على نظام الترنشاط القديم أقل أو أقل كمان مصرح أقل وهنتكلم أن شبكة الكهرباء رغم أنها ممتدة في كل القرى لكنها تعتبر الكهرباء المكشوفة اللي هي بتبقى متعلقة في أسلاك فوق الشوارع كابلة الضغط العالي دي ولو قدر الله أن ده بيبقى في حد ذاته خطير على الأسر الموجودة وعلى أطفال لو بنتكلم على كل حاجة حوالين المواطن الريفي ده اللي هو أغلبية شعب مصر إحنا رحنا له طب ما كان ده له تكلفة تكلفة أن إحنا بندفع فلوس الفلوس دي جايز بتنعكس في أسر الإصلاح طب هنتكلم بقى الأكل والشرب وأسعاره غالية فعلا فيه تحديات مختلفة بنتقدر نقول أنها بتعمل زيادة لحدة الموجودة الإعلام على أي شيء حصل إيجابي في مصر وأنا في رأيي هي أكتر مما ممكن من اللي ممكن إحصاؤه اتكلم وقاله وصور وعمل تقارير إضافة إلى أنه المواطن زي ما أنت قلت كده هو بيلمس ده بشكل عام بشكل يومي هو اللي بيطلع على الطريق وهو اللي بيشرب المياه النظيفة بعد ما كان بيشرب مياه عكرة للأسف الشديد هو اللي أصبح فيه عنده صرف صحي محترم بعد ما كان ترنشو حاجة يعني تدايق جدا إلخ إلخ من أمور كانت سلبية يعيش فيها ظلها للأسف الشديد المواطن المصري كده حياته تغيرت عشان كده أنا كنت بقول جزء من الإقبال حتى على الانتخابات إن الناس مش شافت في الإعلام ما حدث في تسع السنوات لا الناس لمست ده في حياتها اليومية طيب هنا هرجع يمكن بخلاصة ما من أستاذ محمد عشان أنا عارف حالا هقولي الوقت خلاص فإلحقني قبل ما يقولوا للوقت الخلاصة أن الدولة المصرية حيات خلال الفترة الماضية إنجازات كتيرة نسعى أن هي تستمر هذه الإنجازات ونسعى أن الحروب تنتهي عشان ننتهي من سلسلة التحديات الصعبة مع أن في كل تحدي فرصة وإحنا بنحاول إن إحنا نستغل كل الفرص اللي يعني بتقطينا هقول بس حاجة للمواطن المصري إن الحكومة هي مش بتنساه هي على طول عاملة برامج حماية اجتماعية بمناسبة الأسعار رئيس الوزراء ألف آخر خطاب لي إنه هيتم اتباعة الأسعار على السلع ودي خطوة مهمة لإن كده خلاص سعر المنطق بقى معلن ومعروف لدى الجميع وهنا دول الوعي لدى المصريين واللي إحنا عارفينه إنه هو عايد أنت شايف محمد إنه طباعة السعر على المنتج كده هي الفيصل والقرار والفصل وهو ده اللي مش يخلي الناس تزود في السعر أنا هروح السوبر ماركت وقوله مكتوب على علبة اللبن مثلا 35 جنيه يقولي والله حضرتك أنا ببيعها باربعين وعمل لي كده يقوله طبعا أنا مش هاخدها أربعين يقولي برحتك حضرتك خدها من حد تاني وأنا لو ما بروحش أشمع للراجل المحل وغرامه غرامه أتعوره مش هيلتزم ما هنا يجي دور الوعي المصريين إن أنا مش هشتري منه ده واحد رقم هبلغ عنه هنا في لا أنا مش هشتري منه وهابلغ عنه حلو جميل بس لا لو ما فيش رقاب بننزل نطب على الراجل ونخش ونعمل انسبكشن وبص تمام طب تعالي بقى لو أنا ما ضربتش بإيد من حديد ما فيش عناها تتغير الخطرتين مع بعض مهمين هنا احنا بلزم المواطن المصري إن هو لازم يكون بيساعد الحكومة وبشرقه في القرار معها إن هو لازم يعني هو عنده الوعي الكافي إن هو يعرف إن هو يتعامل مع جشعة التجار وفي نفس الوقت الحكومة المصريية هي بالفعل بدأت تاخد في إجراءاتها في إن هي بتنزل بتضرب بيد من حديد لكل يعني من يحاول يعني زيادة الأسعار أنا أقدر دماثة الخلق تراجل دمس أنا بشكرك أستاذ محمد صبري باحثنا الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدرسات الاستراتيجية نورتنا وأستاذ مصطفى عبد الله باحثنا بالمركز المصري للفكر والدرسات الاستراتيجية برنامج السياسات العامة نورتنا أنا بشكوركم جدا على وجودكم معنا النهاردة وأتمنى نحنا نقابلكم تاني مرة أخيرة يا سادة يا كرام المواطن بيعمل القاتل لو لقى الحاجة غالية بيقلل استخدامه لا بيشتكي ولا هيعمل كده الناس عايزة تشرب عائلة كبات لبن الصبح وعاوز يعمل ساندويتش جدا واخده العالي واخده المدرس الرجل الأب ده مش فارق معاه حاجة خالص ولا الأم وعاوز بس العائلة تكون كويس تلبس كويس تشرب كويس كلام من ده يعني هذه كل القصة القصة دي تستدعي إيه؟ آه حاضر هنربع الحاجة والراجل هيبيع بالغلى والكون نعمل إيه؟ نعاقبه بس والله العظيف نعمل عاقبه بالقانون وأنا هقطع رئابته بالقانون وعندي في القانون ما يتيح ويكفل ليه ذلك بس أنا ما بعملش كده إلا في النظر القليل عشان يحصل كده المحافظين المحافظين وبتوجهات من وزير التنمية المحلية اللي أنا متأكد إنه راجل محترم جدا جدا وبطلب من معاونة الداخلية اللي ما بتتأخرش يماتي ومش في منطقة وشارع وفي كل حتة عندك في المحافظة ورانا حاجة ما وراناش مش ديش شغلتنا لو أنا محافظ مش ديش شغلتي أيوة شغلتك طب نعمل كده بس خلاص خلصة الحلقة كديم رمزي حالا كريم رمزي حالا داخل لنا وبرنامجه رقم عشر أما احنا لو كان لنا العمر فهنقابلكم بكرة بإذن الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات